مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واستمرار قصف المدن الأوكرانية بدأ أن هناك حاجة إلى مراقبة رد الفعل الصيني حيال هذه الأزمة بشكل دقيق خاصة في ظل التشابه بين التحركات الروسية حيال أوكرانيا ومطالب الصين بالسيادة على تايوان ويتزامن هذا مع استمرار غموض الموقف الصيني الرسمي إزاء الصراع في أوكرانيا على الرغم من رفض بكين المقارنة بين تايوان وأوكرانيا في تصريحات صدرت على لسان الناطقة باسم الخارجية الصينية هواتشون يانج في الثالث والعشرين من فبراير شباط الماضي وبغض النظر عن دلالات التصريحات الرسمية الصينية حيال النزاع في أوكرانيا فإن السلطات التيوانية تتابع بقلق بالغ التطورات في أوكرانيا خاصة وأن الصين لطالما طالبت في عدة مناسبات بسيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي بل وتعهدت بضمها إلى البر الصيني في نهاية المطاف بما في ذلك التلويح باستخدام القوة إذا لازم الأمر وفور بدء روسيا عملياتها العسكرية في شرقية أوكرانيا أدانت حكومة تايوان الغزو الروسي فيما شددت في الوقت نفسه على الخلاف بين الأوضاع في الجزيرة وأوكرانيا ورغم رفض الصين المقارنة بين الأزمة في تايوان بنظيرتها في أوكرانيا إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أن بكين تدرس بشكل دقيق رد فعل المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا وهو ما أشارت إليه بونيغلاسر مديرة برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى وقع هذه الأزمة قال وزير الدفاع التايواني تشيوكو تشينغ إن أي صراع مسلح مع الصين من شأنه أن يخلف كارثة لجميع الأطراف بغض النظر عن النتيجة وأفادت تشينغ في تصريحات صحفية بأنه لا أحد يريد حربا مؤشيرا إلى أنه يجب حقا التفكير في ذلك مليا قائلا إذا ذهب أحد إلى الحرب حقا فسيكون ذلك كارثيا على الجميع وأضاف أن مؤسسة الدفاع التايوانية تراقب وتستمع لكنها لا تتحدث بل تتابع التطورات وتتجهز لكن لا يتم بحث ذلك علانية أو مناقشة وفي الاجتماعات السنوية لأعلى هيئة تشريعية في الصين وهو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهيئته الاستشارية هذا الأسبوع في بكين ألقى المنفدون باللوم على النفوذ الأجنبي والنزعة الانفصالية في تايوان مع الدعوة لزيادة القوة القانونية والمالية للصين لمواجهة دعم تايوان وأشار متحدث باسم جيش التحرير الشعبي في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى أن الأنشطة الانفصالية والتواطئة مع القوى الخارجية هم السبب الجذري للتوتر والاضطراب الحاليين في مضيق تايوان وألقى كولونيل وو تشيان باللوم على الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال في تايوان مضيفا أنه كلما قامت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بعمل موجات بشأن قضية تايوان سوف يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ودفعوا أيضا عن زيادة ميزانية الدفاع قائلا إن الصين حافظت على نمو معقول وثابت لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة والوفاء بمسؤولية الصين كدولة رئيسة وبعيدا عن العاصمة الأمريكية واشنطن أكدت رئيسة تايوان على أن بلادها تواصل تعزيز دفاعاتها لمواجهة ما وصفته بالحرب المعرفية للحيلولة دون استخدام القوى الأجنبية الوضع في أوكرانيا لنشر معلومات مضللة بهدف إضعاف الروح المعنوية للشعب التايواني وردا على الأحاديث المتواترة بشأن أزمة الصين وتايوان قالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين ملتزمة بشدة بإعادة التوحيد السلمي مع تايوان مؤكدة في الوقت ذات أنها لن تتسامح أبدا مع استقلال الجزيرة عن الوطن الأم ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة وو تشيان قوله نحن ملتزمون بشدة بإعادة التوحيد السلمي على أساس مبدأ دولة واحدة ونظامين سنبذل قصار جهدنا لإعادة التوحيد السلمي لضفتي مضيق تايوان وشد داو تشيان على أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ منها وأن المواطنين على جانبي مضيق تايوان لهم مصير مشترك وهم إخوة بالدم وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن قضية تايوان شأن داخلي خاص بالصين والتدخل الأجنبي أمر غير مقبول مضيفا مضيفا كلما ارتفع ضجيج الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بشأن قضية تايوان كلما عملنا بقوة أكبر لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ترجمة نانسي قنقر